ينتشي الأستاذ رشيد ويخبرني بأن لديه ستة مناظرات يطلب مني أن أرجع إليها الله يحرسك من عيونه قبل أن يشرع الأستاذ رشيد في أول مناظرة له كنت قد انتهيت من نشر 12 مناظرة نشرت مكتوبة مع بعض القصص ودارسي اللاهوت بالمناسبة أذكر الأستاذ رشيد بأن كثيرين قد طلبوا مناظرته من بينهم الدكتور هيثم طلعت من بينهم الشيخ الفاضل أبو عمر الباحث وغيرهم وهناك ما يقلب من 140 تسجيل أحصيتها على النت كلها ترد على الأستاذ رشيد لماذا يتهرب الأستاذ رشيد من المختصين بالجدل الديني الذين لهم خبرة في الحوار الإسلامي المسيحي ويبحث عن من لا خبرة له فيطلب مناظرته لما يفعل هذا إن كان لا يخشى الحقيقة أستاذ رشيد الجمهور يترقب بشغف موافقتك على هذه المناظرات الكل ينتظر الكل يأس من موافقتك أما أنا فما زلت أؤمن أني أواجه رجلا شجاعا لن يتبخر ولن يتلاشى سيناظرني ليس في موضوع واحد في دستة مناظرات كلها ستمتع الباحثين على الحقيقة ستمتع الجمهور الكريم أستاذ رشيد أرجوك وافق من فضلك وافق وأعدك سأعلقك على صليب الحقيقة